خالص التحية لكل ناطق بالعربية من القاهرة الإخبارية خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة لم تتوقف ماكينات الأخبار العالمية حول معطيات العلاقة الأمريكية الإسرائيلية التي دوما ما نتساءل بشأنها السؤال التالي من التابع ومن المتبوع؟ لكن ما فجر الأزمة في الداخل الإسرائيلي هو ما صرح به المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هجاري عبر شاشة القناة الثالثة عشر الإسرائيلية حين قال نصا القول إننا سنجعل حماس تختفي هو بمثابة ذر للرماد في عيون الناس إذا لم تجد الحكومة أي الحكومة الإسرائيلية إذا لم تجد بديلا عن حماس فستبقى حماس في غزة متابعا كذلك في ذات اللقاء إن تحرير الرهائن في غزة لن يأتي بالجهود العسكرية وحدها لتنهال بعد ذلك طبعا انتهى كلام الإسرائيلي لتنهال بعدها التصريحات من مكتب نيتنياهو ويصدر بيان توضيحي من جيش الاحتلال الإسرائيلي حول تلك التصريحات الحقيقة أن هجاري كشف عن عمد اختلاف الرؤى بين قيادة تل أبيب السياسية المتمثلة في نيتنياهو وقيادة الجيش المتمثلة في يوآف جالنت الحقيقة أيضا أن الخلافة يبدو منصبا على شكل ما يسمى باليوم التالي أي اليوم الذي سيعقب المذبحة توقف المذبحة المستمرة منذ شهور في قطاع غزة يبدو كذلك أن قيادة الجيش الإسرائيلي تميل إلى الاقتراح الأمريكي الاقتراح الذي كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلنه ونسبه إلى إسرائيل فتنصلت منه إسرائيل لكن نيتنياهو الساعي بقوة لإفشال هذا الاقتراح ظهر بشكل وصفه مسؤولون أمريكيون عبر موقع أكسيوس بالجحود الجحود نيتنياهو الجحود فيما يتعلق بالدعم الأمريكي المتدفق على إسرائيل نيتنياهو تحدث عن شحنة واحدة فقط من الذخائر أوقفها جو بايدن بينما تنهال عليه عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية الثمينة بلا توقف وهو ما جعل جون كيربي منسق لاتصالات العسكرية الاستراتيجية في البيت الأبيض يخرج في مؤتمر صحفي ويقول إن تصريحات نيتنياهو مزعجة ومحيرة ومخيبة للآمال وإنه لا توجد دولة أخرى تدعم إسرائيل مثلما نقوم به نحن أي أمريكا للدفاع عن إسرائيل ما الذي يريده نيتنياهو إذن؟ ما هو الشكل الحقيقي للعلاقة الأمريكية الإسرائيلية؟ وهل أراد نيتنياهو حقا إفشال المقترح الأمريكي الذي نسب حين أعلن لإسرائيل؟ هل أراد إفشال هذا المقترح؟ لكي لا تتوقف الحرب في غزة لأن توقف الحرب في غزة يعني أن تبدأ المساءلة